الحمد لله ربنا وربي كل شيء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي العدة للسعادة عند لقائه والظفر في قربه ومعرفته ورضائه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله خاتم أنبيائه وأصفى أصفيائه صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل ولائه ومتابعته واكتفائه وعلى من تقدمه من الأنبياء والمرسلين إخوانه وأبائه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم منه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أما بعد فإن من أهم المهمات لمن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تتمكن في قلبه إرادة الله ورسوله والدار الآخرة وهذه الإرادة إذا تمكنت من القلب حملت هذا الإنسان على تصفية الجنان عن مختلف الأدران وعلى الإحسان والإتقان فيما يقوم به من فعل وترك يحسن الفعل لكل ما أحبه خلاقه استعداداً للقائه ويحسن الترك والرفض والاجتناب لما كرهه إلهه سبحانه وتعالى خوفاً منه ومن المصير إليه أن يلقاه وهو ساخط عليه هذه حقيقة الإيمان التي تجيم المؤمن والمؤمنة في هذه الدنيا على مسلك جويم صحيح محرر فيه أحسن التحرير من أن يسرى ويصبح أثيراً لإبليس في شيء من نقاطه وله نقاط يأسر فيها كل من انطوت عليهم الحيلة وكل من قبل كذبه وتضليله ثم يقول لهم في الأخير إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية لا أستطيع أنقذكم مما عرضتم أنفسكم له من غضب الله وعذابه فلا أنتم تستطيعون أن تنقذوني فهو أيضاً معهم في نار جهنم والعياذ بالله تعالى أجارنا الله منها هذا التحرر يقتضي صحة الفهم والوعي والإدراك في انكشاف الحقيقة وانكشاف التلبيس والتدليس والكذب والخداع والمكر الذي يحوكه إبليس ليضر العباد والذي يزين لهم كثيراً من القبائح والذي يستثير فيهم الشهوات ويستعين بالأنفس وشهواتها للملذات الحقيرة الفانية ويقلب الحقائق ويعكس في القضايا فهو الكذوب هو الكذب وهو الضلول وهو الفاجر الذي فسح له المجال في الإغواء إلى حدود واسعة اختباراً من الله لعباده أشار إليها الحق بقوله لما ذكر عن عدو الله إبليس عدونا أجمعين أنه قال عن آدم لا أحتني كن ذريته إلا قليلة قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء جزاؤكم جزاء موفورة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً بهذا الغرور يوقف كل منهم في نقطة من النقاط يسر ويحبسوا فيها وربما قالوا أنت بالوقوف في هذه النقطة العر المتقدم المتطور وهو ما سور ما سور في فهمه ما سور في حسن استعمال عقله فما يحسن استخدام عقله ما سور في تلبيس الأمر وقلب الحقيقة والتي منها يظهر في آخر الزمان الفتنة الكبيرة فتنة الدجال ومعه فيما يمشي معه سورة بستان ونهر وصورة نهر موجدة لكن الحقيقة هذا الذي يرى كأنه نار هو نهر بارد هذا الذي يرى كأنه نهر هو النار المحرقة انقلبت الموازين وتغيرت وخالفت الصورة هالحقيقة حتى أرشدنا صلى الله عليه وسلم قال من أدركه منكم وهذا ما قدر يتفلت منه وداهمه في شيء من الأماكن فليقع في التي يرى أنها نار فإنه نهر بارد وأمر بالاجتنابه هذا لمن داهمه سأله بعض الأعراء من الصحابة يقول له يا رسول الله لما ذكر القصة واستخدامه لهذا الأسر وكثيرا ما يكون بما تسمعون الحديث عنه وهو أسلوب استعمله الدول لقضاء أغراضهم ولنيل مطامعهم ولو على حساب تعب الشعوب وهدم البنية التحتية والإضرار بالناس سلوب الأكل والشرب والمتعة في الحياة الدنيا يأتي الدجال الأعور وهو أعور مطموس العين لا يستطيع يرد عينه ويصفقون له وأنه إله وأنه معبود كيف هذا يقول ومكتوب بين عينيه كافر ويقرؤونه كافر ويصفقون له وراء ويتبعونه من أجل خبز طعام مآكل ملذات فانية لما شرح النبي بعض حاله كيف يختبر الله المؤمنين أيام بهور الدجال حتى أن بعضهم ما يجد طعام ما يجد أكل وهو إذا مر على قوم آمنوا به اختبار من الله تبارك وتعالى يختبر به الخلق وا استدراج لهذا الماكر الخبيث إذا مر على قوم آمنوا به يقول له سماء امتري وتمتر بعمر الله ولكن اختبار للعباد يقول الأرض الزرعية يطلع زرعها يمر على جماعة آخرين قرية أخرى أمنوا بما يرضيوا منه هو بس لا مطر ولا زرع ولا ينزل عليهم مطر وما يطلع لهم زرع الناس يتعبون اختبار من الله حتى ذكرهم صلى الله عليه وسلم فئات من المؤمنين في ذاك الوقت يذهبون إلى الجبال بعيدا عنه فمنهم من يرسل الله لهم ضباء يحلبون ألبانها ويكتفون به في أيام الفتنة ومنهم من يجعل الله له في الذكر والتسبيح قوة من الروح إلى الجسد فيغتني في تلك الأيام عن الطعام وشارع قاله صلى الله عليه وسلم فينزل عيسى بن مريم فيخبرهم بمنازلهم في الجنة هؤلاء الذين صبروا وراحوا للجبال ومعاد وجد الطعام في أيام الفتنة يقول للعرابي يا رسول الله رأيت لو أن أدركته أجي إليه أظهر الإيمان به وأشبع من خبز وثب ما أكفر به قالوا صلى الله عليه وسلم لا لا بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين الشيء اللي يغني به المؤمنين في ذاك الزمان وتطلبهم تصلح لنا خطط وأساليب من أجل الله غرض النفس وبعدين تسقط فيها وتقع في المصيبة قال لا ما أذن له بذلك قال ما أدركه منكم يرم نفسه بالذي يرى أنه نار فإنه نهر عد وهكذا كل من أوقعه في ناره يجعل الله النار له كما يجعلها على إبراهيم بردا وساما فيحس أنه وقع في نهر عذب بارد وتنتهي فتنتهي وخرجون أحيام ما بهم شيء وأولئك وأولئك الذين آمنوا ويدخلهم إلى النهر يحترقون وسط النهر ويموتون وكانهم كفارا والعياذ بالله تبارك وتعالى آمنوا به بغوا وخبزوا نعيم وقالهم موت وخسروا الدنيا والآخرة وهذه قصة الفتن والإغواء لإبليس للعباد وكثير منهم من أجل هذا يغرى بوظيفة وهذا يغرى بوزارة وهذا ويخلونه يلعب في الحياة في شعب يسب ويدم ويقتل وبعدين ما يحصل شيء روح ثم آمن بالدجال بغوا يأكل وشرب ودخله وسط النهر مات فيه وروح وأنه العاد أكل والعاد جنة والعاد خسر إسلامه ودينه وخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يجب أن ندرك مهمتنا الكبيرة في الحياة فإن هذه الإيهامات والتظليلات والتلبيسات شغل دنجي إبليس بمختلف طوائفهم وبمختلف فسادهم في الحياة منهم طوائف الله حدثنا عنهم في القرآن يتبعون الشهوات والطوائف الذين يتبعون الشهوات وإبليس يوقعهم في هذا الفخ ويوقفهم على نقطة الشهوات هذه ونشرها يتفننون في إرسال الصور الملفتة نظر المحركة للعاطفة الباعثة للغريزة الآسرة للنظر إليها منشان يتبعها ويتابع اللي بعدها وإيه اللي بعدها ما عد يقدر يفتك منها بسهولة ويصلحون طرق من خلال الدراسة نفس الإنسان والمؤثرات عليه وينشرون فيها أيضا من الأصوات حتى في أسلوب الموسيقى والأغاني ما يؤثر أيضا سلبا على هذا الإنسان وهذا بداخل في قوله بصوتك واستفزز ما استرطعت منهم بصوتك له صوت يستفز به الإنسان يخرج عن رشده يخرج عن هداه يخرج عن إدراك الحقيقة تمامي لا أن يهلك نفسه بنفسه استفزز ما استرطعت منهم بصوتك ومن ذلك أيضا يجي لنا ويوحي وهمي وهما وخيالا يوحي وهما وخيالا المناسباتكم يجيب تفرحوا فيها زواجوا وغيروا تقيدوا يقولوا بعض المتشددين والناس ويش نعمل حيث كلام الماجن والآلات المحرمة وهي لألف العمر طلح فيها ما تشتهي وتلذذ بالمجون وإثارة الغرائز وصل لحركات بعيدة عن الحياة بعيدة عن الحشمة بعيدة عن المرهوة هذا أحسن لك والله إنه كلام كذب ولا في حق يقول لك يصدقونه كثير كما يصدقون الدجال كثير والله قاعدت تقيد أغاني مضبوطة كلها زمامي شريعة ما فيها حركات ماجنة وإذا فيها كلام يبعث شهوات هذا ما فيها راحة والراحة فيها لكن كذاب كذاب يلبس الراحة والسرور فيها والبركة فيها لكن هو يقول لك لا ويحسلك واحد خاوي خالي تصدق تصدق عدوك يا أنت أمنت بالله ورسوله والدار الأخرة أين يرادة الله والرسول الدار الأخرة الله يقول لك كلام والرسول يقول لك كلام والدار الأخرة تتطلب مننا كلام هذا يجيب لك عكسه تمام وتروح ورا وتصدقه الله أصدق القائلين ورسوله محمد المعصوم أصدق من نطق في الخلق تترك كلامهم وإشارتهم ما تقول هي تقول صح صح الله يقول لك خلاف كلام الذي فيه قلبك طيب وأنت تتبع صور تبعث في القلب الشهوى وتبعث الظلمة وتقطعك لو تضع في إيمانك بعدين تقول أنا طيب أحسن منهم هدولا يقعدين في المسجد هنا يدخل الجنة قبلهم لأنها من السنة من كما قال لك دخلت تحت ملقك وأنت المتصرف عوذ بالله الأتقياء والأنبياء يقول رب يدخل نرجع نكرم نعذ نعذ من النار يقول أنا أدخل قبل الله تلبيس تدليس كذب ويصدق وربما يحلف على وسوسة إبليس والله حوله مسلوب العقل مسلوب الإرادة مسلوب سحة التفكير والنظر في الأشياء معكوس الأمور يعصيب يقول بس بقلط طايعين درر رحمان يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا سواء محم هم ساء محم هذا غلط يقول هذا صح يقول صح من يقول وصدق من مقابل من هذا وحي لكن الذي ما يريد الله مصيبة ما يعتني بكلام ويوصل إلى شغاف قلبه وإلى عمق فكره حتى يتجيد به يتنور به التقيد الحرية لأنه تقيد بنور يرفعك إلى التحرر عن العبودية لغير الله ويهي لك النعيم في دار الكرامة وذهل خذ الملك هذا هذا هو الحرية هذا هو الشرف يقول لك خل القيد هذا النوراني الرحماني الذي يصلك للجنة خذ مني قيد قيد وفي شهوات وصلك للنور هذه الحرية ما هو ذاك وذي يقول له صح من صح صح فين والحق يقول شوفوا يجيكم خطوة خطوة خبيث ما كان يعرف نفسيات البشر وما يجيبها لك دفع واحد يقول أنت أنت أصلا خجير وصح بدين خلك من كلام هذول ما أنت أصلا صدادك بالله طيبة قلبك حسن قلوب فالله ما ينظر للقلوب تعال كذا شوي شوي يقول ولا تتبع خطوة أنه ما يجيب دفع واحد ويجيب خطوة خطوة واحد دفع 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 الآن في واجعنا ننظر متى بدأ الانحدار والتسفل في أزي بناتنا سواء الطفلات أو العذارة أو الكبار المتزوجات مضت قرون قرون ما هو أيام وسنوات قرون وسلطان الوحي المنزل من الله من الله برونه بنورانيتي مسك زمام المجتمع فثبته على الحياة والحجمة نساءنا التي يعملن في البيوت والتي يعملن خارج البيوت اللي عمل عندنا من قبل هم بجيبوا عمل مرة قصدهم عمل مرة تحتك بالرجال الأجانب وتجي لمحلات المكاتب اللي فيها الرجال الأجانب والأماكن اللي فيها الرجال الأجانب وتتزين لهم هذا هو قصدهم عمل مرة من المرة شغال عندنا من قديم من أيام وسراء سلم مهن وسط الديار وخارج الديار قمنا النساء عندنا لكن بحيش المبح يقول خلي المرأة أعمل إيش ما أعمل خلت تبدي محاسنة تبدي زينتها أنها حرة الله تعالى خلق الجمال من شان يظهر مهم شان يخفي تبدي يقول والله يبدين زينتها يعدوا قال يبدين زينتها يقول صح تخالف بكلام من الحقي يقول لك هذه الزينة محصورة عند الرجال المحارم والنساء حدود للعورة ودلت تتزين بزينة معين عند زوجها شرع لها الحق أن تظهر جميع زينتها بكل ما تقدر عليه عند الرجال الأجانب بل ولا يبدين زينتهم هذا من هجرب يقول لك لا هذا كان بعض العلماء كان ما يقول بعض الأسر يقولوا يزوجون بنت بنتكم لكن نحن الأسرة كلنا الداخل بين البين ما نحصرها من الباقين كان العلم يقول لهم أنا زوجت زوجت بنتي على واحد من أولادكم أنا ما زوجتها على معك خمسة أولاد ستة أولاد أنا زوجت على واحد الثاني يدخلون عليها من أي طريق من أي طريق أنا زوجت واحد ولا زوجت خمسة أولاد واحد فالواحد هو من أولادك زوجه من الباقين من الباقي أولادك يستخدمون فيه أنت أبو الزوج وليس يقول ولا يبدين سنتون الله لبعولتهن أو آبائهن أو آبائي بعولتهن يعني زواجين أو أبنائهن أو بنا إباتنا أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن أو ملك هدو لهم وانت تجيب خمسة زوجة وعمزوجة وكلهم يدخلون عليها في زينتها وسط الدر ويقولون معها منين من عند الرجال القطع الطريق وبعدين بتقاوم به وحي الرب يا رسول الله فرأيت الحم قال الحم الموت هيدخول المرأة على أقارب زوجها قال موت موت الدين موت الإيمان قال موت خير لك منه لأنه يؤدي إلى مفاسل وكم حصلت من مفاسل والله ورسوله أعلم بما يصلح الناس ما هو خير لهم هؤلاء يغالطون متى بدأ بدأت قرون مضت وهم ملتزمين إلى الجيل الذي قبلنا بالضبط كنت تقول لي الوالدة أعرف نساء البلد صغارهم وكبارهم وخلال سبعين السنة ثمانين السنة اللي عاشتها بينهم قال كانت اللباس في الحشمة من جهة الأكمل من جهة امتداده إلى ذات عند الطفلة والعذرة والكبار حتى الحروس ديلة زفافة واحد من جهة التفصيل وفي الحشمة يختلف بختلف الألوان خلاف الزخرفة لا جهة يزو الكبار ما يرسل بسن المزخرف ما يلبسن لك لكن تفصيله في ستر الجسد واحد من يوم تنشأ وهي صغيرة إلى أيام زفافة إلى أن تكبر وجولده واللباس عندنا ما هو عندنا بس عندنا في دول المجاورة عندنا حيث دخل الإسلام مؤثر استمروا على قرون لكن جاء وقت التقدم مدرين سنوات قليلة وننحدر إلى تحت مباشرة قبل قريب عشرين سنة وبدل إنحدار كنت جلس في بعض مطارات ويصادف عندهم إجازات يجون إلى مناسبة في البلدة أوسر أوسر يمرون أمامنا كثير مباشرة ملاحظة أم الأم صاحبة أم الرجل الموجودة معه جدة أولاده حوله بسطر عجيب بعده زوجته أخف من ذلك بعده بناته الشابات روح السطر عجيب ثلاثة أجيال قدامه كل واحد يختلف عنه الثاني الجيل الأول هذا مختلف عن اللي قبله ولا على قبل 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 قرون مختلف لكن ذلك بسرعة مباشرة الأم عادها مثل بنت بدت تتفسق شوية ظهرت قليلا لوك ظهرت أكثر الأم وجهها كذا بدت ظهر وذين ظهرت شعرها بنت هل كان مفروض أو سر الشابة الصغيرة هي اللي تستر تمام ذيك الكبيرة والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحون أن يضعن ثيابهن مع ذلك غير متبرجات بزينة تبرج ما منوع حتى وهي عجوز لكن من دون زينة هذه لا بس تظاهر وجهها الكبيرة بالعكس الكبير هي مستر حتى وجه مستر ودعجوز مسكين لأن أثار التربية الصحيحة لدي عندها ما قبلت بهل انحدار هذا اللي جاء من بعد ما ما نازل نور الوحي قلوبهن ولا حصل انسجيها من المجتمعات والسر كان فيها الصالحين تسجي قلوبهم معاني دلالات الله وإن مكمن الخطر والضرار فصدق ان الصوت حق الخبيث استفسز من استطع منهم بصوتك واجرب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وهكذا كان واحد يسأل عالم أصول من الهند جاء إلى الساحل يقول له محبوب الجيلاني عليه رحمة الله يقول له يا سيد نرى الناس الآن أنا أعرف كيف نشان وأولادنا الكبار كيف عندهم حياة وعندهم أخلاق ويسمعون الكلام يحن جاءوا أولادنا دليش من سورة معادوا صغير وجدوا منابد ومعاند ومكابر ولا أشياء دب ويش هذا السبب قال سبب قال أنت في وقتك اللي قبله كبار ما كان عندكم مناظر محرمة تتفرجون عليها وتأكلون حلال تتزوجون على السنة وتسملون الله تعالى في أكلكم وشارككم وقربكم لأهلكم قال لي جيتم لأنتم صغرحكم جاءوا نيات ما حدي والأكل مشبوه من كل محل ومناظر محرمة هنا وصدهنه حتى لما يجي عند أهله وفكره وعند غير أهله وبسم الله ما حدي والأولاد بغير كيف بغير النتيجة طلعوا أولادكم بهذه الصورة نتيجة وشاركهم في الأموال والأولاد إن الرجل إذا قارب أهله ولم يسمي الله نسي أن هذا ضرورة تستعمل في الحلال بإسم الله تبارك وتعالى ويثاب عليها كما أنه لو عملها في الحرام عقب عليها وعذب فإذا فعلها في الحلال يثاب عليها بمجرد نسيانه يتمكن قرينه من الشيطان أن يواقع معه حتى قد يخرج منيه مع منيه فينعقد الولد من مني أو بخلوط مني ذاه أدمي خالص ولا جني خالص بليس خالص شيطاني خالص مرة بخلوط ما الشيطان وما الأب فيظهرون شيطانه مع ناس صغر وهكذا هناك أسباب إذا أضعنا فيها أداب صحب النبوة دخلت علينا المقسيات والمبعدات والحجوب والمفسدات المتنوعة إذن يجب أن نعود إلى أن نقوي عندنا معنى إرادة الله والرسول والدار الآخرة وهذا لي رب الله وعليه أسرة النبي محمد من أمهات المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتنا تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة وقتل الآية عليه نقول أن نريد الله ورسوله والدار الآخرة أردنا الله ورسوله والدار الآخرة هذه الإرادة العجيبة من نتعلمها ما هي جامعاتهم بتعلمنا أسرة ما هي أسواقهم بتعلمنا أسرة ما هي المنشورات حقهم بتعلمنا إياها هذا إن كان عندك شيء إرادة سيئة بتنزعها منك تحاول نزعها منك ما تعلمك هذا يعلمك إياها وحي الله يعلمك إياها نورانية النبوة ومن بجد فيه نورانية النبوة تعلم كيف تريد الله ورسوله والدار الآخرة ترتفع إرادتك إلى فوق فتحوز خير الدنيا والآخرة الله أكبر وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساد والذين يريدون الاستعلا في الأرض والفساد ما لهم نصيب من الدار الآخرة إلا نار غير هذا ما شيء غير غير هذا وعياذ بالله تبارك وتعالى إذن إرادة الله ورسوله الدار الآخرة تقوم إذا سلمنا في تصوراتنا ومفاهيمنا عن تلبيس إبليس وخدهائه واتباع خطواته واقتدين بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلا وعلا نحتاج إلى هذا ابتدى كيف عندنا ابتدى عندنا بدأوا هنا أذكر في أيام صغري وشبابي بدأوا يغيرون لباس المرأة في حضر موت جابوا حاجة بدلة الثوب المعتاد اسمها درع هو ثوف فاض وسابق إلا مقصر لكم حقه إلى هنا بدل ما لكم إلى هنا يجعله هنا يسمونه درع فدوا يلبسونه اسرة اسرتين ثلاثة أسر حتى أذكر أسرة كانوا عند أبوهم كان من العلم يقول الآن معا لحد يلبسوا الثيابة القديمة والأكمام الطويلة والقليل في البلد انتشار عجام الشعية عندنا فهذا رخصة نحن بنلبس كذا يقولون ما دام عاد حد في البلد يلبس الأحشام لا ما لكم رخصة وذكر بدأ هذا بالبنات الصغار يقول تقصير الراكمة معا نطول لكم هذا من قرون ثابت عندنا وذكر رمو وصل إلى البيت عندنا كاف الوالد في واحد من بنات الأخوان دعا أمه زوجتي ابنه قال ما ما خيطنا نحن هو جاء كذا مخيط أنت قبل ما تلبس أنه البنت طويل لا ما أكلف نفس القماش ولا نفس حتى بلون داني المهم أنه يكون ستر هذا كان ترشادات الوالد أول ما ظهرت هذا أنت الصغار تطورنا وبعد الدرع وتقسير الأكمام حق الصغيرات بدأ رفع رفع ثوب من تحت كان هو يغطي الرجل ثوب البنت يغطي رجله المرأة كذلك اتفع وعدوا دباس في موحي أيو شوية قالوا كرته جابوا كرته بالاسم هذا كان في لك الوقت بيك مزرزر يختلف مرفع من تحت ما يغطي الرجل الساق بدأ يظهر سنة بعد سنة إذا نصلنا لحلال أنا خرجت من حضر موت وما كان أحد من العذار في البلد تتجر على كشف سنتها والدخول بين النساء بين النساء مش بين رجال بين النساء حتى خروج إلى الثانويات في ذاك الأيام كانت شعية تحث ويحبون والناس من أثر من أثر الموروث عندهم في التربية من أثر القرآن والسنة ما هم راضين أنا خرجت من حذر موت كان قبل خروجي الموجودات في ثانوية 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 سنتين من بنات البلد كل ما أحد رضي يستجيب شراء إحنا كل أن تستمر عادها تروح المدرسة في هذا سن ثانوية 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 بنات في الثانوية كل كل هم وراء الأولاد ثانوية فالصف ما أحد في الثانوية إلا ثانوية من شان بس تشوف الفرق الكبير في تغير الأفكار وتغير الأنظار لما شاء الله معنا عشر ثانويات في البلد خاصة بالبنات وهم محتاجة أن يحفظ من هذا الغي ومن هذا القلب للحقائق وكنا في ثانوية قبل سبوع وسبين وكان عنده إنصاط ذكرنا الحقائق مما يساغ لهن ويحاك عليهن ويصور أنه لهن من قبل أيادي خبيثة ماكرة في الخارج كانت تقلب الحقائق حتى تصور الأبيض أخضر أحمر أحمر أخضر قلب الحقائق تماما شرف ورفع وحاء تخلف تعصب رجوع إلى الجرون الجديمة تجهيد لحرية المرأة إلى غير ذلك مما يقولون ويردون وبعدين في صور على خطوات وتجه خطوات غطيفة والقصد أننا صغار وكبار نحتاج إلى أن نحمي مداركنا ومشاعرنا من أن يعبث بها العدو ومن أجل الحسن يقول لنا صلى الله عليه وسلم في كلامه لا يوم من أحدكم حتى يكون هوا بعد ما تصدقون ده ده بغير الإيمان والسلام خلي الهوى تبع لهنا تعالى عند الحبيب صلى الله عليه وسلم وليكن هوا ندفولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم والله الذي أنزل القرآن ويعلم ما سيكون من كل ذرة في الوجود إلى أن تقوم الساعة ما حوج الناس في عصر من العصور محمد معا ينفع ولا بلغوا معا ينفع يجيب لهم كلام ثاني ولا نبي ثاني هو هو الأصلح الأنفع إلى أن تقوم الساعة ما يشي أصلح مما يبعث به محمد صلى الله عليه وسلم ولا أجمل ولا أكمل ولا أفضل إلى أن تقوم الساعة وهكذا بقية البلدان التي بدأ أيضا فيها لنحدار وتبرج شوفوا تأملوا تحصلوا خطوات 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 بلدان الذي انتشر فيها التبرج بشكل فضيح بيوتها القديمة كانت مساكن النساء ما توجد فيها نافذة تشرف نوافذها مرتفعة ما أحد منها يشرف إلى الخارج يعني ما بين قرن وقرن الثاني حصل تحول غريب وانحدار عجيب ودعوات لها ألف مثل الشيخ البوطي عليه رحمة الله المرأة بين طغيان الحضارة الغربية ولا طائف التشريع الرباني طغيان الحضارة الغربية ولا طائف التشريع الربان نشوف الفرق بين هذا وهذا وتأمل وتجد المخدوعين كثير والمخدوعات كثيرة الله يسلم ويحفظ كنا ذكرنا بعض من المواضيع المتعلقة بواقعنا والمؤثرات التي تاتي السلبية من هنا وهناك ووجوب أن نعود إلى التأثر النوراني الإيجابي بكلام الله ورسوله ومعنى المنتق الله رحمة الله عليه رحمة الله سالم بن دجب رفيد على الله درجاته وتأثر بالكلمة وراح يلخصها حتى توفي وهو يوصي أولاده بنشره رحمه رحمه الله على الله درجاته فمات ولقيا الله موت شيء بفجأة وفي قلبه نشر الخير وفي قلبه إرادة بيان الحقيقة للناس فنرجو الله أن يرحمه ويعلي درجاته وقبل منه ذلك وأن يخلفه فينا بخلف صالح يبارك في أولاده وأحفاده وصوته وهكذا القلوب التي تعي وتدرك في مراحل عمرها ما يجب أن تختم بأعمارها وتستعد بي للقاء ربها جل جلاله وتعالى في علاه ثبتنا الله على ما يحب واجعلنا في من يحب اللهم لا تصرفنا من جمعنا إلا والقلوب وعليك مقبلة وعندك مقبولة واعذنا من مجبات الخزي والندام والذل والهوان في الدنيا ويوم القيامة واجعلهوانا تبعا لما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك صلت علينا عدوا بصيرا يرانا هو وقبيلوا من حيث ولا نراهم اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعج بيننا وبينك ما بعدت بينه وبين جنتك في رحمتك يا رحمة الرحمين وبارك في أهل هذه النشاطات وأهل هذه الأعمال وارزقهم الإخلاص والقبول التام لديك يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا متحابين فيك متواصين بالحق والصبر قائمين بما يرضيك عنا في جميع شؤوننا وأحوالنا ومناسباتنا يا خير مجيب وأكرم مستجيب برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين